على سبيل المثال أيضا في بطولات أخرى كان ليونيداس البرازيلي اللي هو بيسموه الماسة السوداء اللي قبل ما يطلع بليه خالص كان بيلعب وبيلعب حافي القدمين وكان بيسجل أهداف وكان هداف البطولة اللي اللعب فيها ديت وسجل تمام أهداف لكن الحكم في مباراة البرازيل بولندا أصر أنه هو بعد ما سجل أهداف قال له لازم تلعب بحزاء معرفش يسجل أجوان دي حكاية عجيبة جدا دي بظاهرة يعني كان ظاهرة غريبة أنه لعب كان بيلعب وكان مسموح ساعتها أنه الناس يلعبوا حتى حافي القدمين لكن الحكم أصر أنه لازم تلعب بحزاء رياضي وللأسف بعد كده يمكن موهبته في تلك المرحلة لكن في البطولات كتير جدا جدا فيه أسماء لمعة ولمعة كتير زي ما احنا قلنا طبعا بليه أكيد طبعا بليه طبعا ده نجم كتير جرنشيا جرنشيا العظيم اللي هو كان أفضل جناح اللي على الفكرة الناس كتيرين ما يعرفش أنه كان عنده مشكلة أنه قدم أطول من قدم وكان عنده شال أطفال وصغير ورغم ذلك كان أفضل جناح ربما في التاريخ أنه هو جرنشيا وكان بيلعب بأبازي وكان على الفكرة شعبيته في المرحلة كان بيلعب فيها كانت شعبيته طغية أكتر من بليه نفسه في البرازيل على الأقل كمان من ضمن الناس أكيد طبعا في زي ما قلنا ماردونة لكن في الأرجنتين في 78 لما كانوا بيلعبوا قدام هولندا في المباراة النهائية كان فيه لاعب شعر طويل جدا والناس يعني حضر البطولات دي تفتكروا اسمه ماريو كامبس ماريو كامبس ده كان المحترف الوحيد في متخب الأرجنتين لما كان بيلعب في المباراة الأولى ما سجلش ولجون فالمدرب بتاعه فقاله طب ما تحلق دانك وبعدين فما سجلش برضه فقاله طب ما تحلق شنبك كمان حلق شنبه وبعد كده تخيلي أنه في المباراة الأخيرة في الأدوار النهائية تمكن من أنه يصبح هداف البطولة وأنه يسجل هدفين في المباراة النهائية أمام هولندا هولندا كان فريق عظيم برضه كمان ما حدش ينسى يوان كرويف يوان كرويف ده جناح الطائر اللي بيعتبره جناح المثالي في هولندا والغاية دلوقتي الناس كثيرين بيتغنوا بمهاراته وسرعته ورشغته نفس الشيء في 74 كان هو اللي بيقود منتخب هولندا اللي وصلت النهائي أمام ألمانيا الغربية ساعتها كان لسا مش موحدة ألمانيا ووصلوا في النهائي كان المدرب الألماني قال لأقوى مدافعي قال له خليك كظل لكرويف ما تخلوش يعد منك نهائي النتيجة أنه بعد ثلاث دقايق كرويف تمكن منه ياخد ضربة جزاء أو ركلة جزاء وتمكن أنه فريقه يسجل جون ده واحد سفر لكن ألمانيا عوضت بكمان هدفين وتمكنت بالفوز باللقب ده فيه لعبة كتير جدا جدا ما نقدرش ننساهم على مدى البطولات أنا فيه أنيستا اللي يسجل الهدف الفاسبي أسبانيا لأول مرة بكأس العالم وكاد إنجاز عظيم جدا لأسبانيا في تاريخها أكيد أنه كل بطولة بتفرز لاعبين مميزين بنقدر نقف عندهم ونقول لدولة أساطير ترجمة نانسي قنقر